في اكتشاف مهم جدا جدا 8 مقابر تم اكتشافهم بتعود للدولة الحديثة تم اكتشافهم في منطقة تونة الجبل بالظاهير الصحراوي الغربي لمحافظة المينيا في صعيد مصر هذا الكشف الجديد 8 مقابر داخل أبار دفن تضم 40 تابوت حجري تحتوي على مميات لكبار الكهنة في الدولة الفرعونية الحديثة بتعود تاريخها بين القرن السادس عشر والقرن الحادي عشر قبل الميلاد أبار مصنوع على الطريقة المصرية القديمة في منطقة الغريفة وتبعد عن منطقة تونة الجبل مسافة 6 كيلو متر عمق تلك الجبانات من 6 إلى 7 أمتار للوصول لغرفة الدفن الكشف تضمن أيضا أكثر من ألف تمثال صغيرة تشوفوهم دلوقتي تمثيل صغيرة ومجموعة من القواني الفخرية والبرونزية المطعمة بالذهب أشار خالد العناني وزير الآثار إلى أن أيدي اللصوص عبست بهذه المنطقة الآثارية حول إجراء حفريات غير شرعية لكن الوزارة بصوا أهو الألف تمثال الصغنانين دولا الحمد لله يعني أنه قدرت الوزارة بأن هي تنتبه للأمر وبدأت حفرياتها العام الماضي عشان تصل إلى هذا الكشف الضخم بجهود مصرية خالصة أكد أيضا وزير الآثار أن ما تم اكتشافه جزء من آثار ضخمة تضمها هذه المنطقة وأنها تحتاج إلى سنوات من العمل لاستكمال الكشف أوضح العناني أن البعثة عصرت على مجموعة من المقابر الخاصة بكهنة الإله تحود وهو المعبود الرئيسي للأقليم الخامس عشر وعاصمته مدينة الأشمونين إحدى هذه المقابر بتخص أحد كبار كهنة تحود ويضع حرصة إسه ويحمل لقب عظيم الخامسة وهو أحد الألقاب اللي كان بيلقب بها كبار كهنة تحود بالأشمونين 13 مدفنة 4 من الأواني الكانوبية الألباستر في حالة جيدة من الحفظ ذات أغطية على هيئة أبناء حورس الأربعة المسؤولة عن حماية أحشان متوفي حسب عقيدة المسل القديم وما زالت تحتفظ هذه الأواني بأحشاء المتوفي كما حفر عليها كتابات رغروفية لإسم صاحبها جحوتي إير دي أس وأحد كبار الكهنة وكل ده كان نشرة في العالم كله كتبت عنه رويترز كل الصحف المعنية بالأثار حدث مهم جدا جدا حين عندنا أحداث حلوة كتير اليومين دول الألباستر الأحداث المهمة دي الأواني اللي بالألباستر زي ما أنتوا شايفين جميلة وقد إيه فعلا يعني بغطية أبناء حورس الحاجات دي يا جماعة على مستوى العالم برضو نوع من أنواع الترويج للسياحة وللأثار الفرعونية وللحضارة الفرعونية حضارة السبع تلاف سنة نتمنى لهم كل التوفيق الكشف الأسري ده بيعد الكشف الأسري التاني خلال عام 2018 بعد الإعلان عن اكتشاف مقبرة الكاهنة حدبت اللي كانت في منطقة أهرامات الجيزة مطلع فبراير فبالتالي يعني عندنا حاجات جميلة جدا جدا وهننتظر برضو افتتاح المتحف المصري الكبير من تسع شهور كان تم اكتشاف مقبرة أسرية برضو ضخمة في منطقة تونة الجبل برضو في المينيا بتضم 12 ممياء فبالتالي يعني دي حاجة ممتازة جدا جدا حاجة برضو جميلة بتعجبني قوي أنه لما يحولوا أي أماكن للوحة فنية ومجموعة مبدعون بمصر قاموا بتجميل نفق بمحطة مترو أنفاء الأبرة وبعد افتتاحها فجأوا بأنها اكتسبت عدد كبير من الشباب عشان يلطقتوا السور سيلفي مع الجدرياتهم زي ما بقول لكم دي بتبقى حاجة جميلة جدا أنه زي أنت طعم الفن مع الأمور الجميلة اللي زي برضو مكان فيه بعض الأماكن العشوائية اللي بتلاقي ناس برضو نازلين بالألوان والريشة وطلبة من فنون جميلة ويحولوا المكان للوحة فنية جميلة جدا حضيقة الحيوانة أنا قلتلكم برضو عنها من حكام حلقة فات وكده أنه برضو كان في مجموعة من فنون جميلة ونزلوا وعملوا صور للحيوانات فدي برضو جميلة قوي في المترو المحطة بعد الجدريات اللي عملوها المجموعة من المبدعون الناس بتلطقت معهم سيلفي والوان جميلة وزوء حل وكأنك يعني دي برضو كزاي الكواكب الفضائية والصور بتهالي تخليد لبعض الفنانين والتصوير السينمائي برضو في ناس يعني بدأوا يعني يروحوا للنقطة دي ممكن نسمع الجزء ده والنجوم والمجرات والحاجات دي كلها حطينا فيها رموز من كل الاتجاهات الفنية سواء عدب أو مسرح أو فن أو شعر تريد أن نحن نوظف هذه البرتريهات دي كشكل كواكب يعني من وجهة نظري شايف أنه الرموز دي هي بمثابة كواكب في كل مجاله جايين هنا مخصوص عشان نتصور وجايين بلالين كمان أنا بس عايزة أقول شكراً لكل الناس السعدة في أن خلت الجمال ده كده فوضيع بجد ما شاء الله والله هو أنا صحاب قالول إن فيه شغل معمول وكده فجيت يعني لساسي ما شوفت الشغل وبتاعه شفت صور للناس كتير متصورة هنا ده المكان جميل صراحة مكان حلو جدا فأنا جاي مخصوص عشان نتصور هنا زي ما بي بي سي عملت التقرير ده وبتعمل تقارير حلوة برضو عن حاجات كتيرة لكن أصارت الجدل اليومين اللي فاتوا بفيديو عرضته عن وقع التعذيب حصلت في مصر والواقع التعذيب دي والدة فتاة اسمها زبيدة بتحكي عن إنه حصل لبنتها تعذيب وإنه هم بيعانوا وإنه الفيلم الحياة كان أصار جدل واعتراض من الجهات المصرية وإنه هم مش قادرين يتواصلوا حاولوا إنهم يوصلوا لمين هي اللي عملت التقرير ده واللي راحت وقابلت أم زبيدة والتقرير أزيع باللغة الإنجليزية يعني هي بتكلم بالعربي وفيه ترجمة باللغة الإنجليزية وإنه قالوا إنه هم هيزغوه على مدى 30 يوم نسمع ثواني كده بس من كلامها وهي بتقول إن هي متعذبة وبنتها مش عارفت عرضت لأنواع مش من التعذيب إيه وإيه وإيه وهقول لحضراتكم بيان الهيئة العامة لاستعلامات للرد على هذا التقرير كل غضب ربنا عملوا فيه كل شيء يعني مش كويس عملوا فيه فطبعا أنا الصدم طبعا ندورة لزبيدة لي عشر شهور كل يوم ما نموت مئة مرة يعني أسرة كاملة تدمرت أسرة كاملة من ست نفار أنا وأخواتها تدمرنا تدمرنا ما أنا كلمة تدمرنا زي ما بقولكم كان في محاولات من الوصول للمراسلة اللي قامت بهذا الموضوع ومحاولة تقصي الحقائق حول صحة هذه البيانات بنان عليه أصدارة الهيئة العامة للاستعلامات بيانة ردت فيها على التقرير الذي بثته هيئة الإزاعة البريطانية وأعدته أورلا جيرين المراسلة السابقة للإزاعة البريطانية بالقاهرة كشف البيان من طوى عليه هذا التقرير من أكاذيب والدعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر ووضع السجون وحقوق الإنسان وغيرها من تنقضات وإنحياة سلبي وإنتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام واللي بيفترض أن تكون هيئة الإزاعة البريطانية أول من يلتزم بها قرر الكاتب الصحفي دياء رشوان رئيس الهيئة استعدها استدعاء عفوا مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة لتسلمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمي لمطالبة هيئة الإزاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها المراسلة يعني من مخالفات مهنية في هذا التقرير لم يذكر التقرير البيانات الخاصة بحالة المدعوة زبيدة المزعومة اختفائها قصريا حتى يمكن متابعة قضيتها حوالت الهيئة العامة للاستعلامات الاتصال بالمراسلة هيتفيا مرتين على الأقل من تليفونات الاستعلامات المعلومة لديها باعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها في القاهرة ولكنها لم ترد الزعم باختفاء المدعوة زبيدة في المرة التانية على يد الشرطة قد جاء على لسان والدتها اللي لم تشهد بنفسها الواقع بل نقلت عما قالت أنهم جيران دون أن تحددهم الاستناد لمصادر مجهلة اسمتها الكاتبة محامون نشطاء حقوق إنسان سجناء سابقون دون أن تحدد هوية أي منهم والاستناد إلى ادعاء من شخص مجهول أطلقت عليه الكاتبة شاب آخر زعمه بأنه تعرض للتعذيب والاختصاب دون أن تحدد هوية هذا الشاب أو اسمه وخامس نقطة في التقرير بيقولوا أن الكاتبة أسندت إلى ما سمته بالمفاوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادي بها محمد لطفي وهي في الحقيقة منظمة السياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان ومشأت في أغسطس عام 2014 وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمى بالتنسيقات العالمية لدعم الحقوق والحريات التي تأسست في الدوحة في قطر في 9 أكتوبر عام 2013 وأكد رشوان خلال اتصال هاتفي مع عمر أديب في برنامج كل يوم أنه بيقول أننا بنبحث عن زبيدة وأنه هو هيحاول يصل للفتاة وإلى والدتها اللي ظهرت بالتقرير ويتقصى الأمر وطبعا يعني تكون الحقوق كاملة وإذا تثبت طبعا أن هذا التقرير غير حقيقي وصدرت فيه أمور غير حقيقية أعتقد أن يكون فيه مطالبة باعتذار من بي بي سي رسمي وتصحيح هذه الأمور وبيقول أنه قبل كده كانت الجارديان أو صحيفة برضو من الصحف البريطانية كانت وقعت في مثل هذا الفخ وكان يعني فصلت المراسل الخاص بهم في مصر واعتذرت اعتذار رسمي عن أنه هذا المراسل كان بيقوم بإعداد تقارير ملفقة وغير حقيقية اليومين اللي فاتوا في مصر كان فيه حوادث غريبة بكم رهيب مش فاهمين ليه اللي بيحصل يعني لكن ربنا موجود الموضوع الخاص ب هبتدي بس بموضوع منشات اللي هو العقار اللي كان وقع واللي كانوا قالوا اتنين وكان فيه بعض التقارير بتقول أنه فيه عشرة اتضح أنه على فكرة الوفيات اتناشر اتناشر وفاء فيه موضوع اللي هو منشات ناصر منشات ناصر الوفيات اتناشر والمصابين كانوا حوالي تسعتاشر وده كان بناء على الحقيقة اللي قالوا الصحة يعني الصحة قالت أنه دي التقارير ودي الاعداد النهائية وكان برضو محافظ القاهرة كان فجر مفاجأة عن هير عقار منشات ناصر وبيكشف علاقته بحادث آخر كان في 2008 راح تحييته 119 مواطن فجر المهندس خليل شعس مستشار محافظ القاهرة لوحدة تطوير العشوائيات مفاجأة بخصوص عقار منشات ناصر المنهار وأنه غير مصنف ضمن المناطق الخطرة وأنه القاهرة تحتوي على قرابة 109 مناطق عشوائية منها حوالي 15 منطقة خطرة ومهددة للحياة و31 منطقة سكن غير ملائم وعشر مناطق مهددة للصحة و49 منطقة غير مخططة وحي منشات ناصر ضخم جدا بيحتوي على ثلاث أنواع من العشوائيات المهم في النهاية أنه بيقول أنه حي منشات ناصر شهد حادث كبير في عام 2008 مات في 119 مواطن وأنه منذ ذلك الحين تم تعامل مع مشكلة المباني الأيلة للسقوط ونقل حوالي 18 ألف أسرة ولسه موجود 26 ألف أسرة بالمنطقة وأنه في للأسف سكان جم وبدأوا يتوافدوا على المنطقة دي وأنه في سكان بيبنوا بنفسهم من دون ترخيص ومن دون إصدار قوانين يعني من غير أي ترخيص رسمية وفي نفس الوقت كان فيه العقار التاني اللي كان جنبه اللي كانوا برضو بيقول أنه هو تضرر بعد انهيار العقار الأول برضو قالوا أنه هو سقط لكن ما كانش فيه أي ناس لأنه كان تم إخلاقه الحوادس بقى التانية كان فيه حريق في أوتوبيس عفوا اتحرق بركابه نقلب وتحرق بركابه وكان ده بسبب أنه أحد إطارات الأوتوبيس كانت انفجرت وأصفر هذا الحادث عن وفاة وتفحهم ثمان عمال وإصابة سبعة آخرين مشاهد مأسوية بصراحة يعني جدا وأنه الموضوع كان كويتش انفجر عمل حريقة وده كان بيقل بعض العمال انقلب في الطريق السحالي الدولي غرب الأسكندرية كان يوم السبت برضو في مصرع تمانية أشخاص وإصابة خمسة حالتهم خطرة في حادث فبور سعيد كمان كان فيه مصرع شخص وإصابة حداشر في تصادم أعلى محور يوليو اللي هي بقى الأحداث الكتيرة كمان كان فيه أحداث كطارات شابين يعني كتلة تحت عجلات كطار في الصعيد مدينة دشن شمال محافظة إنا شهدت حادث مأساوي شابين كان يستقلان دراجة بخارية وقتلة تحت عجلات الكتار 87 نوم القادم من أسوان للقاهرة في منطقة الصعيدة بمركز دشنة أثناء عبورهم خط السكة الحديد الهيئة دفعت بوينش رفع أثار الحادث وتوقفت الكتارات نحو نص ساعة والصائق سلم نفسه لأجهزة الأمن للتحقيق معه وقال إنه هو حذرت الشابين أثناء مرورهم من مكان غير مخصص لعبور المشاء ومحدش سمع كلامي ولم يتوقف عن ذلك يعني هو بيقول إنه هو حاول يحذرهم إنهم ما يعدوش ولكنهم عدوا في برضو حاجة غريبة كانت حصلت في التجمع الخامس هبوط أرضي مفاجئ وبلع العربية العربية دخلت جواه وتقال إن ده بسبب مصورة اتقصرت وده كان في منطقة النرجس ابتلعت ابتلع الهبوط ده سيارة ملكي وتم إغلاق الطريق تماما وانتقلت قوات الحماية لموقع الهبوط ده كان الأحداث الغريبة اللي حصلت كده بجمع انهالكوف كلها فيه برضو بالنسبة لموضوع تسعتاشر مارس هيكون أولى جلسات قضية ريهام سعيد هي وسبعة تانيين متهمين في موضوع خطف الأطفال تم تجديد حب سعب من عام قبل فتوح خمستاشر يوم احتياطي يعني خلينا نكتفي بهذا القدر علشان خاطر نلحق نقول لحضراتكم بعض الأخبار الخاصة بالشرق الأوسط والعالمي